قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا إن قلبي يقول لي ورساني يصدقوا كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرقوا يا السلام واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا شاهدين الكرام مستمعين العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق الجزء الثاني نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم لعلامة فضيلة الشيخ الأسعاد الدكتور أومر عبد الكافي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك كيف كفك أقربك الله يا ابن بارك الله فيك أقربك الله تستمر رحلتنا مع فضيلتكم والوعد الحق أولا جزاك الله خيرا عني وعن كل المشاهدين بما تبصرنا به في الدنيا لكي نستمتع ولا نكون من الذين عليهم شقاوا في الوعد الحق يا رب يا رب جزاك الله خيرا وأنتم أهل لذلك أكرمك الله سيدي الكريم أيضا من القواعد التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يقيم الشهود على المنافقين والعصى والكفرة هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى إقامة الشهود؟ أحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبعد لكي يأخذ العبد حقه كاملا يعني بكل المعاذير والجدال الذي يجادل عن نفسه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لأن أول متى تطير الصحب ثم معاذير وجدال الناس تجادل أنا لم أصطع أنا لم أظمك أنا لم وهكذا يعني بالله عليك الرجل زوج ابنته لهذا الثري وهو يعلم أنه سكر خمر أو مرابي لا وله مصطحة معه في إدارة الشركات ومؤسسات نعم هل ضعت حقها لا وتزوجت وأنجبت منه عاشت قهرا عشرين وثلاثين سنة هل ضع حقها لا 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 كم من امرأة تتعلق في رقبة أبيها وأخيها ووليها خذ حقي من هذا فلقد قطع رحمين فين الرحم هو ما يجبره على هذا مش رضية وسكتة وعيشة لا ايه اجبرت ليس لها بعد الله إلا هذا الأب وهذا الزوج العتل الزنيم يعني ماذا تصنع هذي الضعيفة نعم يعني آس يا مراتفرا ماذا تصنع ربي من دي عندك بيت في الجنة صلى الله جميل لكن في نقطة دلوقتي بيخلعوا يا مولانا يعملوا خلع وتمشي وخلاص والله يشوف طالما الخلع في مكانه فلا ضير هذا شرع أما المقتلعات هن المنافقات التي تختلع لأن زوجها رافض أنها تنقص 29 جرام فاصل 7 لا مثلا لأنه لا يرأف بهراتها لا يداد كلبها لم يأتي لكلبها في عيد ميلاد بهدية وتختلع لا دي معصلا لا ترفض الحجاب مثلا لا تذهبي عند فلانا وفلانا دول يعني يشوفها ولا نريدك أنت لا زي أنا حرة أنا أقول أنا ممكن أخرج دون أن أسأل لماذا أستأذنك من أنت إذا اختلعت سبحان الله فيأتات الشهود إحنا علينا شهود عشرة ماهم أولا الملكان تمام ملك السيء الحسنات نعم ملك السيء الجوارح تمام السنتهم أيديهم أرجلهم تمام جلودهم دي ما شهدتم علينا هذا الجلود سبحان الله وبعدين إن كانت المعصية نهارا شهد الزمان في النهار وإذا كانت ليلا شهد الليل أول الزمن شهادة أول الزمن شهادة وللأرض شهادة هي أمكم التي ولدتم عليها فيتشهد علينا هي تعي تعي جمان ينطقها الله الله أكبر أمنا تسبح إزاي إحنا بس أغفر عننا ما لإلجام داتي يا أمان لا تنطق ولا تتكلمون بالنسبة لنا للعلوم نعم وإمن شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبح كل قد علم صلاته وتسبح سبحان الله الطير المسبع شوف ليه العبد المؤمن الكون فرحان به ويوم يموت تبكي عليه الموضع سجوده ويبكي عليه مسعده عمله لأنه انقطع الخير اللي كان بيعملوا فيها ليه لأنه بيتوافق مع أمه الأرض الأرض تبكي عليه أيوة تفتقده إذا مات المؤمن بكت عليه آثاره موضع سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء تبكي علينا ان تفتقده يا الله ليه ليه لأنه بيتوافق معها هي بتشعر بتوأمة الله توأمة التسبيح الله توأمة التسبيح لله محنو نتحد في هذا الكون الذي يجب أن يكون صديقا لنا إحنا عادينا الكون يعني خربنا البر فلم يصبح برا وخربنا البحر فلم يصبح بحرا فانتشر فساده في البر والبحر فجرنا في البحر عشان نصاد الأسماك ما هذا ولكن صار أنه الجبال تسبح أو الجماد يسبح فقط من تسخير لا لي سيدنا يا داود بس لا 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 وبعدين نحن 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 حتى نقطة عندما نقول لقد لقد سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم لا ولقد سمع النبي تسبيح الحصى الله لأن لو وضعنا الحصى في يد أبي لهب لا سبح لكن أبو لهب الأهبل أعمى لن يسمع تسبيح الحصى ارتقى الرسول واندمج مع الكون فصار لحمة فصارت الجغة كلها تسبح بحمد الله وبتنزيه فأصبح النبي يعني بصيرة سمعه تسمع لا تمام اقامت الشهود اقامت الشهود العشرة هؤلاء العشرة ثم الشهود من البشر اللي هم يعني لم تقبل شهاداتهم في الدنيا لأنهم إما لضاعة أو لأنهم متدنين في المنظم الاجتماعي وأما فقير لا يملك الشهد لم يسمعه أحد ثم خير الشاهدين وهو الله رب العالمين وكفى بالله شهيدا الله تجب كل الشهادات نعم لكن أيوة أول ما يشهد عليه هؤلاء ينادي المنادي ليقوم من أجره على الله فتقوم طائفة من هم الذين أجره العافون عن الناس الله ادخلوا الجنة دون حسب بق ما هو دول ايه هو لو 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 مظلم عند حد ظلم في الدنيا نعم قريب أهل الزوج مدير عمل مؤسسة أي أي شيء سبحانه ظلم فهذا هذا الذي ظلم سبحان الله استشعر أن له مقام عند الله وخير عند الله سبحانه وتعالى نعم فماذا صنع فقال من أعطاني أجرا اللي يقول العافون عن الناس عفاوتوا عن أنا عايزة أخذ ده عايزة الخير يقول له عفاوتوا عن هؤلاء اللي عافون عن الناس نعم طب الله سبحانه وتعالى يعني يقيم الشهود على المنافقين تعالى من المفضلت لكل الناس ثلاثة مسلم وغير مسلم ومنافق تمام يقيم الشهود على الثلاثة أم على المسلم فقط إذا كان المؤمن العاصي الذي مات وعليه ذنوب لابد أن لابد أن تقام عليه الشهود طب وأين الشفاعة نعم الشفاعة الشفاعة قسمين نعم الشفاعة لما تقترب الشمس تتوادر مدارها نعم ويشتد الحر العرق والناس يتمنى ان لم يتمنى كلهم ان يذهبوا الى النار ولا يطول هذا الموقف في ارض المحشى ارض المحشى تمام هنا ماذا يصدع الناس لنذهب لابينا ايا دا شو هو ابو البشر تمام يا ابانا اشفى لنا عند ربك ولا قد غضب ربي ديوم غضبا لم يغضبه من قبل يذهبوا الى نوح او في رواية الى ابراهيم لماذا غضب ربنا اسمها تعالى او يغضب ربنا في النار لان الان انتهت كان فيه تمليك استمع الينا طويلا كان فيه تمليك مؤقت في الارض حق الانتفاع ضال فالظلم اصبح ظلمات واصبح فيه بعض من عباد الله لا ناصر له الا الله ويويل اللي يظلم انسان لا ناصر له الا الله نعم كارثة يظن انه يعني دا ضعي دا اقوى الناس المهم اذهبوا الى ابراهيم اذهبوا الى ابراهيم يعني في رواية انا قد كذبت وانني سقيم ما كذبش يعني لم تتتتش اذهبوا الى تعريض الى موسى فانه كريم الله يعني سيابونا ادم او سيدنا نوع فاذهبوا الى ابراهيم هو خليل الله وسيدنا ابراهيم قال اذهبوا الى موسى فانه كريم الله ولغضب الله غضبا لم يغضبوا من قبل يعني اذهبوا لعيسى فانه روح الله يذهبون الى عيسى فلا يذكروا ذنبا لماذا هو عينك لي حاجة عامل ذنب هو وقع التلسلين وحاولوا قتله صعدا فاذهبوا الى محمد يقول انا لها انا لها من الذين سيذهبون امة محمد ام كل البشرية ايه مما ورد ومما اقنع به امة محمد لانهم كانوا مؤمنين بالاخرة التاني ما كانش عنده يمكن بعثوا الحساب من بعثنا المرقدين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل ده الرد الالهي لكن المؤمن عنده هذا الرد عارف انه راح على الاخرة لا عايش الا عايش الاخرة عارف هل من رد يعني منطقي او عقلاني وانا عرف ان فضلتك له قراءات كبيرة بالمنطق والفلسفة ترد بيه على من ينكر هذا المحشر وهذا الموقف لا اذا انكر هذا كله فقط انكر ربوبية الرب سبحانه وتقوله الهية الاله الدرد الاخرة دي ركيزة الدنيا اذا كان السبهلالة كده فوضى ده 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 اين عضل الله طب موه في شفاعة وهيبقى سبهلالة برضو لا لا الشفاعة الشفاعة لاصحاب الذنوب من امتي اللي هم ارتكبوا الذنوب وعايزين ايه درجات توصية كده تقويت رفع درجات طيب من الذين يشفعون وفي من يشفعون اه يشفعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهي اكبر شفاعة صلى الله عليه لان الشفاعة الاولى الجزء اللي اللي تكلمنا عنها دي فاقوم فاسجد لله فيفتح الله علي من محمده ما لا استطيعه الان هيفتع علي فتوحات اخرى الله اكبر وبيقول للصحابة كده الان مش حضرني لان ربنا هيلهمه ايه يقول يا محمد ارفع رأسك اصلتها طيب اشفعته شفع اقول امتي امتي فتبدي الموازين تنصب والطيب يعني شفاعة اولى في بدء مجرد بدء قبل المشاهد المشاهد يعني وبعدين واقف بقى عند الميزان بعد ذلك كمان سوف نأتي اللي هاخف يدخل صلاة الرسول الله عليه على الميزان ادخل شهد التوحيد عمل الخيرات انظار المعصر كل هذه العمليات وان كانت مكتوبة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بان ايه يعني يشفع بها عند الله انه يعني كان كده وكده فتقبل شفاعة رسول الله لكن في طائفة ايوه اجمالية ام فردية الشفاعة فردية الله اكبر نود توضيح اخان اخوان واحد يصلي على رسول الله كثيرا والتاني لم يصلي على رسول الله الا عندما يصلي الفريضة باستحياء يعني قليل الذكر ولا يعرف عن رسول الله شيء هل هل يستويان طيب وهل يعرف الرسول وده كان يصلي عليه وهذا لا يصلي عليه بما علمه ربه موجود كل في الصحيف كل موجود رسول اصلا هيعرفنا ازاي يا رجل يا مؤمن لجاي امم وخلق كيف هيعرفنا ان احنا مؤمن هو نأتي الى المحشر غر المحجلين المؤمنين بالنماء السلام غر المحجلين من اثر الوضوء غر زي الفرس سبحان الله في بياض في جبين يعرف ان دخل سجاد لله الله اكبر وحجلين سبحان الله من اثر الوضوء الله اكبر والرسول يعرفهم واحدا واحدا عرفوا سبحان الله يا مؤمن انت في الدنيا المدرسة فيها الفين تلميذ في الصف الاول هو لابسين زي واحد بص كده الولد ده حسن ابنه عبد الرحمنهم وانا عزيف محمود قلتك واقفة احنا في قمة الاحتاج ان رسول يعرفنا هو يعرفون نعمل ايه دلوقتي عشان يعرفنا في الوعد الحق الله يرضى عليك كلما استقمنا على طريقته ونصرنا سنته واظهرنا الكتاب الذي نزل على قلبه حقيقة منهج حياة في حياتنا هؤلاء يعرفوا الى رسول الله من اي حد طيب ستكون الشفاعة فردية اللي خلاه في الدنيا نعم احنا في الدنيا انا الان وانت والمشاهدين والاولادنا المصورين صلينا على رسول الله سلام صلى الله عليه وسلم يتبلغ هذه الصلاة من قبل الله الى رسول الله فيرد الله اليه روحه فيرد علينا سلام ثم يصلي الله علينا به عشرة الله يبدأ ازاي ما عارفناش يسمع هو قد قرم الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا سبحان الله العظيم الله هكذا ورد ان الرسول يرده اليه روحه يرد عليه السلام وبعدين الله يكتب لنا هذه عشرة يبدأ كيف لا يعرفه طب جميل اذا فهمت من فضلتك الشفاعة فردية تمام في ناس مش هتطالها الشفاعة فيه من الامام الظالم واحد خواله الله مسئولية فظلم رعيته الامام ماذا تقصد امام مسجد الامام الامام الكبرى احنا عندنا في الفقه فيه امام صغرى وامام كبرى امام الصغرى المساكني زينا الله أستقيم ورحمه الله الله هذا امام صغرى الصلاة الامام الكبرى الحق مصالح الناس مصالح الناس الصلاة امر بينه وبين الله لكن العباد نعم امامة كبرى الامامة الكبرى. هذا الظلم ليس. والذلك من السبع اللي يظلهم الله وفي ظله. امام عادل. اول شيء امام عادل. اول شيء يا رجل معنا. الامام الظلم. ثم المشرك بالله. نعم. مش الشرك القفر بس لا. يعني يشرك مع الله عليها اخرى. اقول لك. يعني مثلا يقول ايه. مين قال لك ان كل شيء هي الصلاة. مين قال لك يدين حجاب. مين قال لك يدين ان نقرأ قرأة. احنا عندنا شوق. مالي عام يعمل عندك شوق. واو. وانا قلت لك تعالى في المسجد يدين 24 ساعة. لا بالعكس. ما بين الحين والحين. يقول لك حي على الصلاة. تعالى اشحن وارجع. اغتسل من ذنوبك وعد. بس. ما عطل لك. انا لم عطل لك حياة. سبحان الله. ثم. الآكرين لحقوق الناس. ولم يرجعوها. الله اكبر. ليس لهم شفعة. لا اشحن. اقول لواحد دلوقتي اكل حق حد لازم يرجعوه دلوقتي. ان لم يرجعوه الان. ولا يعتمد ابدا على ورثته. يا عبدالرحمن يا ابن الله يرضى عليك يا ابن رجل. وانت رجعش انت ليه. نعم. طب هنا سؤال بعد وقت. اتعلم فضلتك دائما. وكما ورد بالحديث القدسي انه يا عبادي. لو ذهبنا الى الله سبحانه وتعالى بقراب الارض. ذنوب وسيئات. ثم لقيناه لا نشرك به شيئا حفر الله. قضر عليك. ايه اللي خلى المرتشي يرتشي. هسألك سؤال. ليه. مزنوق في الفلوس. لا لا لا. هو شكاك في الرزاق. ده بعد جديد. هو يشك في الرزاق. لان الله كفل لرزقي وانا في بطل امي. هو انا كنت في بطل امي. معايا شهادة واجازة وعمل وحرفة. وعرف اعمل كهرباء واخد اجر. وعرف اصور واخد اجر. وعرف اكل. ورزقكم في السماء وما توعدون. هي كده. نعم. فانا شكاكت واشوف. الهابل بتاع. مشرك ولا. نعم ابن الحنان يشك في الرزق. يشك في الرزاق. والرزاق موجود قبل وجودي من سيرزق. لما يجي لنا ولد شاب للبنت. يقول له. انتو كيف تقبلوه. ده الولد ليه يصلي. وظن اظن يعني هو ابوه يشربه الخم. الله هو الهادي يا استاذ. بس سيارته غطت الهداية. والمال غطى الهداية. والبرستعيش غطى الهداية. نعم. طيب. يجي لوقت الفقير المرتزم اللي بيصليه يا رشقه اما. اللي زين. اهبل كده زي محمد وغيره. نعم درويش معكم. نعم درويش. اللي بيشوفوا الوعد الحق. يقول لها. يعني اكلها منين ده. طيب ليه مش ربنا الرزاق برضو. ما زي ما هو الهادي. زي ما هو الرزاق. اللي انت فرقت. فرقت من الاسماء والصفات اللي ايه. احسن. انت واستاذ في علم اللي اسماء الحسنة. اشمعنا. اشمعنا هادي ومش رزاق. يعني لا يرتكن على انه لو صنع قراب الارض دي خطايا ربنا ما يغفرلوش. حتى لو كان مرتشي او سرق او زاني او او الاخره او يشفع فيه حتى يا ابن الحلال هي في حقوق وهو لا يشرك وان الله لا يغفر ايش رك به حلو ولكن لما تطامن ونافق وقال في المدير قصيدة عصماء وهو يعلم انه ظالم وانه مرتشي وانه حرامي وانه بيسرق المال العام وانا اقعد امدح فيه من اذا مدح الفاسق فاراد المادح بذلك ان يعصى الله في الارض جملة خطيرة انا اذا وان لم يرد ذلك في قلبه وفي اعماله بالنيات المركنية هو فعلا يعني عشان ياخد حوافز بس او علوات ان لم يعطيه سيزداد في نفاقي لا حاول ولا ختل ده ده مصر ده مصر ده مصر ده مصر على الحنة العظيم يعني سبحان الله هذا عليه تحفظ مسألة الشفاعة مفيش ما ينفعش الامام الظالم المشرك يواه الذي يصر على او مات مصرا على المعصية تمام الغير مرجع الحقوق لاصحابها المادية والمعنوية امور الدنيا يا ابن حبيبي هو انا اقهرك طول العمر وعدين اجي يا ابن الخيام ازاي يعني الله عفو الرحيم الا اللمم الحطيقة لا مش كان هجاء اه طبعا يعني وبعدين سيدنا عمر راح جابه سجم لا جابه الاول قال له هاتي ابي لال المقص ماذا يصال انا اخل نخصه لسانك يا تشفعل سيدنا عمرك عن لسانك عن اعراض المسلمين دخل السجن ماذا تقول ارسل لعم الرسالة ماذا تقول الا افراق بذي مرخ ذي مرخ المنطقة اللي سم فيها او اسمى ولاد ايه افراق اه زغب الحواصل ايه او زغب الحواصل لا ماء ولا ثمر القيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر سلام الله عليك يا عمر لا بقى واعطاه مالا ووعده ان لا يهجو احدا فامسك لسانه حتى مات عمر هذا الهجاء هذا الهجاء نعم لو لا قوة القانون عند عمر ليحفظ اعراض المسلمين فمن للنباحين على الفضائيات هم مثله ده هو مثلهم النظام عايز كده نظام ايه شغلهم طبيعة عملهم كده طبيعة عمل هذا رزقهم طبيعة عمل ابا نباح ابا لا هو يتكلم من وجهة نظره لا لا يكون نباحا هو يراني مثلا الان كمحمد على ضلال حلو يراني هكذا لازم نذكر محمد حتى يحضرني الناس مثلا لا 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 بالعكس اولا ينصحني فيما بيني وبينه ده ضابط ده ضابط الله هو اكبر قال رجل العمر سعنصحك وساغرض عليك بالنصيحة قال اسمت ان كان بيني وبينك قد قبلت ان كان امام الناس فلا ارجو وقال رجل لهارون الرشيد سعنصحك واكون مرا عليك بالنصيحة قال لا تفعل ارسل الله من هو خير منك الى من هو اشر مني فقال له ما قول له قولا لينا انت جا تقول لي يا موسى وهارون احسن منك دعم وفرعون اسوأ مني تقول لي قول لك قولا سبحانه تتعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ خلال قصة يعني عمل المدعين او النباحون على الفضائيات يأثمون عليه ويخرجونها من ارض الشباح يأثم وكل يوم يكتب له في ميزان سيئاته هذا النباح وان كان في شيء هو يراه في مصلحة وماله سحت وحرام انا بكمل لك وكأني ما سمعت منك الصدحك وماله سحت وحرام الله اكبر واولاده يطلعوا غير بررة لان وان ادعوا البر هل عملهم ذكرى في القرآن الكريم وتجعلون رسقاكم انكم تكذبوا الله اكبر الله اكبر يعني انت بتصف لواحد او فرقة او جماعة على انه شيطان مريد او ما الابليس بيعمل ايه انت بتصفه ده مجرم ويعاقي صفه السلام الاجتماعي ويؤذي المجتمع طيب هو يرسل لده لده تكذاب يعني انت حكمت عليه وهم من خلال التقارير مثل عنده اوراق تقارير تقول كده عليه ان ينصحه او يرسل من ينصحه اما على الملأ ماذا قال النبي احنا عندنا ابن شاهدة يعاطل كتابه سنة حسنت حل ما باله اخوام ان يقولون كذا وكذا او يفعلون كذا وكذا لم يذكر اسم واحد قبل ابدا نعم النبي وهو القدوة وهو القدوة لا 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 وهو القدوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قلوا ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني يعني ايه خليكم زي اما المقام العالي بتاع رسول الله ده 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 فوق المنافسة لكن احنا نتبعه في ما نتعامل فيه بعضنا مع بعض معلش انا التامس الاعذار لهم لانهم من بني جلداتي يعني وانا واحد منهم انا اطعنا ساداتنا وكبراءنا طب بعد ايه ما نحق فينا لا تخلط تحميله موجوده اه فاضلونا اسمع غا ما قال له يا رجل الامير ما مش بتاع اطالة في الصلاة يا رجل بالامام يعني لا تطل في القراءة اقرأ وعشان انا على سفر وحكم ظالم ما هيحمل فيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين امين ربنا اننا اطعنا ساداتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا الله اكبر ربنا ااتهم ضعيفين من العذاب والعنهم العلن كبيرة بعد الصلاة اما وجدت غير قلت لي اخفف في الصلاة انا خففت احنا اعود عبد المأمور الله اكبر مساء الله السلام اللهم امين يا رب الامين السلام من فضلتك في نهاية الحلقة اقول ابحث عن مرضات الله فمن ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس ومن اسخط الله برضى الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس حتى يرضى الله عنك اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم اللهم لا فضفوك بارك الله صحيحة جامعة ولا نجح شأنقوك بارك الله بارك الله فيك شاهدين الكرام نشكر حضرتكم ونشكره باسمكم جمان ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلمة فضلت الشيخ الأساعدة الدكتور عمر عبد الكافي شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك خرمك الله دنيا وقت حطيضهم لقوة الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم وبركاته بارك الله فيك شكرا الله لك